تعالى أقولك بقى العفريت اللي معانا عشان تستفيد منه بس هات ورقة وقلم وسجل ورايا عشان تاخد المعلومات واتطبقها والعفريت حقق لك كل اللي انت عايزه بس تركز ركز معايا واللي انت عايزه معايا وكتب كمان الفيديو ده هتلاقيه على فكرة على صفحة قناة الاهلي بس بقى احتفظ به وذكره كويس العفريت هو اسم النادي الاهلي اللي بيخض العفريت هو الفللة الحمرة ولونها اللي بيخوف العفريت هو الاهلي بمبادئه وتقاليده العفريت هو شعار النادي الاهلي اللي هو الاهلي فوق الجميع يعني فوق مصلحة كل ابنائه العفريت هو نسر الاهلي اللي بتشوفه في الشعار العفريت ان الاهلي عنده مجلس ادارة مش مسؤول واحد يعني عمل مؤسسي مش وان من شو العفريت ان الاهلي ما عندهوش قرارات فردية او ديكتاتور العفريت ان الجميع في الاهلي بيعمل لمصلحة النادي مش مصلحة شخصية العفريت ان الاهلي ليه تاريخ يتخطى المية وستاشر سنة اشتركوا في القناة